هي الأبراج البريطانية المنتشرة على طول الحدود اللبنانية مع سوريا من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشية في البقاع الغربي وهي التي أثارت زوبعة مع سوريا باعتبارها تشكل خطرا على الأمن القومي السوري الرد اللبناني على استفسارات دمشق في شأنها بات جاهزا الخارجية اللبنانية بحسب المعلومات أوصلت الجواب إلى نظيراتها السورية وذلك بعد تلقيها كتابا من قيادة الجيش اللبناني الأم تي في حصلت على مضمون الكتاب والرد تضمن الآتي إن المراصد الموزعة على مسافة تصل إلى 375 كيلومترا هدفها مراقبة الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وضبط تهريب البشر والمخدرات والأسلحة والممنوعات من لبنان وإليه كما أن التجهيزات التي على هذه الأبراج مرتبطة بقيادة الجيش اللبناني فقط وكاميرات المراقبة موجهة نحو الأراضي اللبنانية وليس باتجاه الأراضي السورية أيضا نطاق حدودنا فضلا عن أن تحصينات هذه المراصد وبناء هذه الأبراج هدفها حماية العسكر الموجود في هذه النقطة إذا كانت الخارجي أرسلت هذا الجواب بهذا الشكل فهي تتنصل من عملية الدفاع عن سيادة لبنان والقول أن هذه هي الإجراءات التقنية ولكن نحن ما نقوم به هو بالتزاما بسيادتنا التي يكرسها القانون الدولي المتعلق بمسألة الحدود ولكن لماذا لم تفصح الخارجية السورية عن الجواب حتى الساعة مثلما عممت السؤال الذي وجهته للبنان هذا يعني أن الحكومة السورية لديها شكوك أن هناك تعرض للأمن القومي السوري هل هذا الجواب أتى لكي ينسجم مع كل هذا التردي أمام أي مسألة تتعلق بسيادته حدوده أمنه من يدافع عنها السلاح الشرعي وهل فعلا أنه أصبح هذا السؤال هو جزء من يعني الإجابات التي يجب أن تراعي مسائل تتعلق بالملف الرئاسي ولأصبحت يعني سوريا كذلك الحكومة اللبنانية تصر على اعتبارها ناخب في الملف الرئاسي والملف الأمني إذن بعيدا من نظريات المؤامرة يحسم هذا الجدل بالقول أنه عندما يكون هناك معابر تهريب من حق الدولة اللبنانية مراقبة مصادر التهريب وهذا أمر مشروع لدى كل الدول وبالطبع غير محصور بلبنان فقط مراقبة موسيقى